السلام عليكم ورحمة الله صباح الفل مساء الفل على حسب الوقت اللي انتو بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة وتارك جزء الينا بملخص في الغيئة. قبل ما نخش في اي حاجة الفيديو ده ممكن عنه عشان اهدنيكم وبنسبة زول حاجة. اول يوم النهار ده. جلسان والطيبين. صباح علينا الجمعة. وجمعة مباركة علينا وعليكم على عمة محمد اجمعين وكل من اهل امين. كلها ايام ودخل عيد الاضحى المباركة. كل يسان الطيبين مقدما. وربنا ما يجيب خلافات ما بينه ما بينا وما بين اي حد. لان هي كلها بالحب. بغيهة الحمام ده لان. دي متجمع الناس ببعضها. ايا كان محافظات ايه? ايا كان من محافظة لمحافظة او من بلد لبلد هي دي. المعرفة الحمامة دي وسيلة. التعارف. ما بين الناس وبعدها. ربنا يجيب علينا محبة الناس. اكسم بالله كلامكم الفيديو اللي فات ده. كومنتات اللي هي في الفيديو اللي فات ده. هو اللي بيحفز الواحد هو اللي مخل الواحد متشجع. هو اللي مخل الواحد مستمع. ما الحمد لله ما بنفضدش نعيد ونزيد. لا. كلام في الغيه عمتا وارد ان بيتلاقي كلام متكرر في فيديوهات كتير. كلام الغيه او كلام في الاسود بالزاد في تربية الحمام بتلاقي كلام متكرر بس مش هو هو بيبقى الموضوع. اكبر دليل خش على قناعات اليوتيوب كلها. كل واحد بيتكلم في محتوى اللي هو تربية الحمام مع ضافة. يعني ممكن جملتين يتقالوا يكونوا متقالين قبل كده. او اللي هو المصطلحات تكون متقالة في فيديو قبل كده. فهي الفكرة الفيديوهات تلاقي كلام يعني متشابه لبعض. طيب. النهار ده اللي احنا هنتكلم فيه انا مبتدى حمام. مبتدى وابدأ ازاي في تربية الحمام. فيه كان سؤال كده هناخده مع بعضنا كده قبل ما نقش في الفيديو بتاعنا كده. يعني ايه? زغلول ابن الغية. زغلول ابن الغية. لازم هنكون اللي انا فرقه من قلب السلكة بتاعتي? ولا بيبقى ظروفه ايه? ابن الغية ده مش شرط اللي انت تكون اللي انت فرقه في قلب الغية. لأ هو بيكون بيتقال ابن الغية لان هو زغلول طالع في قلب الغية. زغلول معسسه في بداية تربيته في قلب الغية. فده اللي هو بيبقى اسمه ابن الغية. مش شرط اللي انت تكون فرقه. لأ انت ممكن تكون جاي بطريقة زغليل وربتها لغاية ما كبرت. وصمت عندك يعني صمت عندك دي لغاية ما اللي هي خلصت الريش مع انك انت مشتري الزغلوت ده من برا. بيتنسب ده بيتقال عليه ابن الغية. وبرضو اللي انت تكون فرخ شوقت زغليل واتطلحهم فوق ده يعني هي مجمل اللي هي الكلمة دي بيبقى زغلوت زغير متربي في قلب الغية لغاية ما بيسمي معك. ده اللي بيتسمى ابن الغية. طب ايه كلمة الاولة? الاولة دي مش معنى اللي هي كلمة اولة دي بيبقى كلها دكورة يعني اللي هم في قلب الغية دي كلها ما بتبقاش اولة كاملة. الاولة دي بتبقى عملية فارز في الحمال. عملية فارز في الحمال. النش عامة النش دكورة بس ولا فيها نتي ولا فيها اللي هي قصوص بتترمي ده كلمة النش. النش ده دكورة بس اللي هي بتترمي. طيب الاولة دي الاولة دي بتبقى خلاصة الحمام اللي انت مربيه. طريحة الزغليل اللي انت مربيها بتبدأ اللي انت تقرد فيها. وتبدأ اللي انت تجريها لغاية ما تسمي معك وبتاخدهم تدريجيا كده لغاية ما بترستاهم في قلب الببان. وده اللي بتعتمد عليه. فانت بيكونوا مثلا عشرين بيكونوا تلاتين بيكونوا خمسين. اللي انت مربيهم كده. بتنقي اقوى حمام عندك منهم. وهم دولة بيبقوا الاولة. الاولة دي بتبقى مجموعة واحدة. حفزة بعدها. سكة واحدة. نفس واحد. حمامتين اجمد من بعض. حمام اجمد من بعض. ما انفعش اللي انا مثلا كل يوم بجدد في الاولة بتاعتي. لا انا كده كده بقوم بعملية اللي هو حد وجرد الحمام ده. لغاية ما بيتصفالي. الحمام اللي هو الرجالة اللي بيفضل عندي. ودولة اللي انا بقول عليهم الاولة بتاعتي السنة دي. الاولة بتاعتي السنة الجاية ان شاء الله. لو انا مربي طريقة زغالين. بابدأ اللي انا. اجردها. واجر فيها. واحدها. واشوف اللي مناهجه واحد. واشوف اللي مجهوده واحد. واشوف اللي هم حمامتين كلهم بقى سكة واحدة. ودولة اللي انا بقول دي اولة السنة الجاية. فهي عمتا بتوبقى كلمة اولة دي بتوبقى مجموعة حمام كلها نفس واحد وحمام كله بيبقى حافز بعده. دي كلمة الاولة بتاعت. طيب. عندي حمام الايام دي ما بيكملش ربع ساعة وبينزل يحط على الدار وعلى طول بيفتح بو. عمتا انت بتنش وبترمي ما ينفعش حمام بيبقى متساب في قلب ارضية غية وشدة شبكة الامراء. دكورة بترميها يبقى كل ذكر طالع من باب. في ناس بترمي حمام من قلب مساطب. بتبقى طريقة زغالين بتربية من صغرها في قلب المساطب بيبتدوا اللي هم بعملية فرز النتي من نوم. والدكورة اللي هي بتتصفى دي بتبضل متربية في قلب مساطب بتترمي بس بيتهاني الحمام ده. الحمام اللي هو بيبقى في تربية مساطب ده الحمام ده بيبقى متهاد. ريشه متأصف ريشه متاكد على طول اللي هو تلاقى بيوشهم مورم كده من كتر الدربة ببقى. لا لكن الحمام هو الصح اللي انت بتباوب الحمام بتاعك كل فردة حمام في قلب الباب بتاعك. ده اباوبه امتا? في ناس بتباوبهم واما زغالين زغيرة. ممكن انا اباوب شوية اللي انا واسق فيهم دمانين تسعين في المية اللي ده طلع دكار بباوبه في قلب الباب بتاعك. فيهم كام واحد مشكوك فيها. فاللي انا بخليهم في قلب المصطبة بتاعتي دي لان هي النتي عمتك بتنزل من قلب الغية ما بتفضلتش في قلب الغية. يعني النتي اول مجزوك من قلب الغية بتبدأ اللي هي تنزل من غيتك. يبقى احنا كده اتكلمنا في كم نقطة. كويسين? والايام دي مفيش جو تطير حمام ولا نشي حمام. الجو ده الجو حر. اللي عامل شوية زغالية زغيرة بيبدأ اللي هو يفتح لها. اللي جايب كان فرد حمام دشار اللي هو بيلقيهم او كان بيسايفهم على ببانهم او كان مصاطر بيبدأ اللي هو يسايفهم الايام دي. لكن اتي ترمي العيل الزغير هو اللي يمتعها. لكن دكورة بتترمي تماسي. الحمام ده بيكون مشكورة اللي. اتبضر واستحمى وتهوى وتقفل عليه. وشكرا اللي بيبدأ اللي هو مقفول عليه لغاية ما بيخلص القدش بتاعه وبيبدأ بعملية تهوية وتشميس. وابدأ اللي انا اديهم المستحمات بتاعتهم وابدأ اللي انا اهلهم لموسم التماسي السنة الجاية ازا حيانا وحياكم المولا. ده الملخص كله. طيب. النهاردة اللي احنا هنتكلم فيه. انا بدأ حمام. او مبتدئ حمام. ابدأ ازاي بتربية الحمام. عمتا انت عشان تخش في تربية الحمام ده. الحمام ده لازما في جاذبية اللي هي بتخليك اللي انت تربي الحمام ده. الحمام ده عمتا اللي بيربيه كحبا فيه بيغوى الحمام ده. لكن اللي واخده كمصلحة ولا التجارة ولا اللي هو مسلا داخل اللي هو يزويد داخله مش هيدفع في تربية الحمام. لانك انت حطه هدف. الحمام ده يا جدعان بيبقى هواية مع الوقت بتبقى غواية. يعني انت بتبقى هول حاجة وداخل فيها دي هواية. طيب حبيتها واتعمقتي فيها. اوي. فبتبتدي اللي انت بتخش في مرحلة ده غوا حمام. غوا الحاجة دي ومش هيقدر يبطلها. غواها. يعني اللي هو يعني كلمة هواية. هويها في الاول وبعد كده لما بتقدم فيها وبتتعمك فيها بتبقى اسمك غوا حمام لانك انت غوية الحاجة دي ومش عارف تبطل غية الحمام. فهدى عشان نكون في يعني ايه. الكلام متنصق مع بعضه كده. عشان تبدأ تربق حمام لازم انت تحب الحمام قبل ما اللي انت تبدأ تربقه. مش ته. مش اللي هي مسلا انت قدية واجب واجب لك فردين حمام واللي انت تسايب لها. الحاجات دي يا جدعان. ليها قصص بتتبني عليها. انت بتحب الحمام بتخشه من مجال ايه. عمتل ما بتخشه اول حاجة من الفرح. انت بتحب الحمام اللي انت شايف الحمام بيترجو وبيجي والكسة دي. لكن دي. مش اي حد يسايب حمام اللي هو يتعود عالمكان ويجي والكسة دي غير الحمام البلدي. في فرق بين اللي انت بتطير. الفرق اللي انت بتنش وليك معاد وليك قدور وطريحة تتساب وطريحة بتلمه وشوية بيجروا وشوية بتلمه وشوية اللي هو ما بتقفل عليهم لما بيخلص المسلم بتاعه. فالموضوع كبير من الصغير. انت جلوقتي بادئ وحابب تربية الحمام. بتبدأ اللي هي بكم قص على القد. بكم قص على القد. ما بتبدأش اللي هي بزغليل لانك انت لسا داخل في تربية الحمام. انا ممكن الاول كنت بقول لك اطلق طريقة زغليل. وابدأ اللي انت شببها وربيها بدل ما تجد لك قص كبير. يبقى دولة تمنهم قليل على القص الكبير وتبدأ اللي انت ترقي في مكان. بس في مشكلة هنا ومشعاب اللي احنا نفوق بعدلة المشكلة هنا انا لسا داخل في الحمام دا. او لسا مبتدء في تربية حمام دا. فالزغلون عمتل مشاكل كتير. غويها بيتعب في تربية الزغلون. ما بالك اللي هو لسا هوية. غويها بيتعب في تربية الزغلين. ما بالك بقى اللي هو لسا دخل في الداية تربية الحمالة. فمش اقول لك هاتلك زرلين تلاتة واللي انت ابدأ فيهم واللي هم لو ضعوا منك ولا ايه اه جرانهم حاجة اديك انت مخسرتش كتير لا. ابدأ بكم قص كده في الحنين معاك وتبدأ اللي انت تبدأ اللي انت تنتج منه. يعني الحمال ده عشان اللي انت تحبه. ما فيش اي مشكلة اللي انت تجيب لك قصين تلاتة وتغفر عليهم وتبدأ اللي انت تنتج منه وتاخد من عياله وتبدأ اللي انت تسيبه. المستحب لو انت حابب اللي انت تطير حمام بتبدأ اللي انت تطير حمام اللي هو زغالين مش حمام كبير. الزغلول يا جدعان لما انت بتربيه من صغره بتعود على المكان. لان هي بتبقى مراحل. زي ابنك الزغير بالزبط. بيبدأ الاول الوادي يسحب. بعد كده بيبدأ اللي هو يتشعبت في اي حاجة عشان خاطر اللي هو يمشي واحدة واحدة. بعد كده بيبدأ اللي هو يسيب ايديه من على المسان اللي هو بيسند عليها. وبعد كده بيبدأ اللي هو يمشي واحدة واحدة. يقوم يقع يقوم يقع يقوم لغاية ما يقف على الرجل. هي بالزبط الزغالين بتربيتها كده. زغلوب بيبقى صغير بتأسسه صح. بيبدأ اللي هو يتعود على المكان. لكن فارد الحمام الكبير ملوش حمام. قعد النهاردة ممكن تاني يوم ما تلاقوهوش. يديع منك. ممكن حمام يكون محبوس من الشرط اللي هو يكون طيار عند حد. ممكن حمام من الحبسة بتاعته لما انت تيجي تسيبه بيصدق اللي هو ينتدك. بيصدق اللي هو ينتدك. ما انت كد انت على ما تعود على المكان فعبسه كم يوم. فبتبدأ اللي انت تسيبه فبرد الحمام ما صدق اللي هي بقت قدامه الحرية. فبيبدأ اللي هو يديع منك. فانتج الوقت اللي انت تجبلك كبأس. ايه بدا انتج منه طب انا ما باعرفش. لما انت بتعرف مع الوقت. هو الحمام ده اجد ع pelit عملتا. الحمام ده احساس. يعني الحمام ده اللي انت بتحس بالطير اللي انت بتربيه ده. قدر اللي هو مثلا تفدل تخش وتخرج والكلام ده كله عاما ما بيحبش المسك كتير. الحمام عاما ما بيحبش المسك كتير. ما بيحبش الفارج كتير. طول ما انت مارستك الدنيا بتاعتك كده هو. فبتلاقي الدنيا هدور. يعني انا ممكن اخش السلكة قاعد في قلب السلكة هو حمام سايب على العودة. مسامع ديب بتاخ ديب بتاخ ديب بتاخ ديب بتاخ. لأ. الحمام عمتا هدور. فطبيعة الحمام بطبيقة صاحبه بالزبط. فانا داخل احتياجاتكم ايه? واحد اتنين تلاتة. خلاص عملتهم فببدأ اللي انا عود نص ساعة مع الحمام ببدأ اللي انا اتأمل في الحمام ده لان انا بحب الحمام. طب الزغاليل بيتموت ولما بجفرخ ومشاكلها كتير دي غية الحمام. دي غية الحمام. مفيش عد ما بيمطلو الزغاليل. مفيش عد ما بيمطلوش حمام كبير. ورد في قلب الغية دي ورد اي حال. فانا بكلمك في البداية بتبدأ اللي انت تحب الحمام وبتبدأ اللي انت جيب لك كم قص في الحناية. في الحناية ما تجيبش قص مثلا ب300 ولا 400 ولا الكلام ده. في قصوص كتير جي الوقت والايام دي. كل بيبدأ اللي هو يخرج من التحديد. قص شغل بسبب 70-80 جنيه. قص عباسة نفس الكلام. قص كاركندات. اي قصوص تبدأ اللي انت تبتدي تربي فيها. تبدأ اللي انت تربي فيها. وده احسن وقت اللي انت ممكن تشتري قصوص الايام دي. يعني برضو. من ضمن اللي هي التربية. التربية لما تيجي تشتري نواقص بتبدأ اللي انت تشتريها في از السيار. الناس طبعا بتكون زهانة من كسة الحمام. لان ولا في فرق ولا في ناش ولا في اي حاجة. ففي ناس بتبدأ اللي هي تمشي الزيادات لان هي بيبقى غزبا عن نحن. عندنا شوية قصوص فابتدت اللي انا افك الحم من قلبه بعده. مفيش ناتج منه. مفيش اللي هو مسلا المصروف اللي انا بحطه لهم. مبلاقيش اللي هو عايد علي بزغلين اللي انا بحهم اكمل عليهم او اجيب كل فتح. فاصبع الوقت ده كله بصرف من جيبي. لان الدكورة مفقوكة عن النتر. والنتر محطوطة في قلب المصطبة. فالوقت ده كله ببدأ اللي انا اصرف من جيبي. فبيقوم بعملية اللي انا طب ايه الزيادات. طب ايه اللي هي اللي انا حمام اللي انا مش محتاجه. طب اللي هم برضو ايه? دولت مش جايين معايا. ببتدي اللي انا بعملية فارز الحمام بتاعي. الحمام كله بيوقع منتج والحام كله شكل. بس دولت بيبدأ اللي هم شوية الزيادات ببتدي اللي انا امشيهم من قلب الريا بتاعتي. اللي هي مثلا ايه? حاجة تسند في المصاريف بتاعته. طيب. انت بتنزل الايام دي بتلاقي الحمام سعره في النازل. ده الطبيعة سيبك بقى من غلوة كلفة وسيبك من اي حاجة. لأ هي عامة الايام. يعني مثلا فصل السفر الحمام بيبقى في النازل. اللي بيوقع رفع سعره الزغلول. اللي بيوقع رفع سعره الزغلول. لانه كل رفع على الحمام بتاعه. كله فك الحمام بتاعه. فلو انت بتحب الناشر عايز لك كام زغلول بتبدأ اللي انت تربيهم في قلب الغية بتاعتي. طب انا ما مفروخش. ابدأ اللي انا انزل في قلب السوق. هلاقيدي الحمام زغلول. في ناس ما بتفكش الحمام بتاعها. او في ناس بتبقى شغالة. بحمام سنه صغير. والحمام منتج معه مفيش اي مشكلة. عشان هيجي وقت عليه. ممكن يبقى داخل عليك في يعني موسم الشتاء. ويبدأ الحمام دي رفع معك. لان هو الحمام اصلا كان عن قدر حصى بتاعه مكتمر. فانت بتبدأ اللي انت تنزل في الايام دي. بتلقت الحمام بتاعك. في قصوص بتبقى رجبة بعضها. بتبقى شغالة. عايز تجيب لك مسلا ممكن اللي هو مسلا فاردة حعم من ناحية انت من ناحية. بس اللي هو داخل انت في تربية الحمام. المستحق. اللي انت تجيب من حد في قلب السوق كده خصوص رجبة بعضها. خصوص رجبة بعضها. عندك مسلا كم واحد كده جنبيك فاتحين سلكات ولا اي حاجة مسلا في قلب المنطقة عندك. بتبدأ اللي انت تجيب منهم بيبقى الحمام ركب بعده. غير لانك انت. داخل في البداية. فبيبقى الموضوع من السهل. في ناس بتبدي دكورة على اساس نيتي. في ناس بتبدي نيتي على اساس دكورة فاللي هي او. انا عايزة بيه. واقف في الشمس وواقف في الحر من صباحة ربنا. ذكر ده ولا انت انت عايز ايه? انا عايز نتائر. اوه 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 اوه. اوه العكس. دي اللي بيدور في قلب الغية. ده ايه. انت الوقت مسلا مش متعمك اوه في قلب الغية بتبدأ اللي انت تشوف حد صاحبك مسلا نازل في قلب الغية بتبدأ اللي انت ايه? تنزل معاي. جبلك قصة جبلك اتنينة جبلك تلاتة حسب اللي انت عايزه. فالله هو مجمل اللي هو. الحورت بتاعنا كله. عايزة ربي ابدأ بكم قصة على قد. ما تبدأش بزغاليل لان الزغاليل عمرها بيبقى قليل او عمرها بيبقى صيرت في قلب السف ومشاكلها كتير لان الامرات بتبقى في السف. كتير بالحرب. كتير بالحرب. سخونية والحام اصلا مفيش غزة ليه. وبيبدا اللي هو يشرب في مياه. فاللي هو تجوم وبيبقاش متزبط فبتبدأ اللي هي معاك بدمعتين وتنفسي. واللي احنا بنحكي فيه في تربية الزغاليل. دا كان موضوعنا النهاردة معلش الاطالة عليكم. هو الموضوع. مش مترتب. بس الموضوع فيه كان جملة افادة. يعني فيهم كان جملة كده هو. اللي انت مستفد منهم. فأنا بناخد برضو بقراءكم وبداخد باسئلتكم. وانا الفيديو دا عامله اقسم باللعشم خاطر اقول لكم كل سنة هم طيبين مش اكتر ولا اعلى. فلا عجبك الفيديو بتكتب لنا رأيك. لو في اي حاجة برضو بتكتب لنا رأيك. فنسألكم الدعاء ولا اكتر ولا اعلى. فان شاء الله انتظرونا من جديد لجليل. كنا معكم اخوكم كوتو ابو عمر والسلام عليكم ورحمة الله. يا احنا نصف في الدنيا.